عقد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل السيد القصير اجتماعا مع سكرتير التنفيذي للمرصد نبيل بن خطرة تناول الاجتماع استعراض دور مرصد الساحل على الصعيد الإقليمي والعالمي والذي شهد تطورا كبيرا على الساحة الدولية الاجتماع تناول كذلك مشاركة مرصد الصحراء والساحل بفعليات قمة قاب 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل اشتركوا في القناة